قامت طواتك المسلحة بلقاعة بالنظام الرافعي المتخلف والمتعسن الذي أسكن رائحة من نتنا اليوم واقتصارت من نريك العالم والإدام تعرف الجيوش المعاصرة على أنها خط الدفاع الأول عن دولها وهي مصدر أمنها واستقرارها ويقتصر دور الجيش في الدول المتقدمة على حماية مؤسسات الدولة ودستورها ومواردها وكذلك حدودها أما في الدول النامية وما يطلق عليها دول العالم الثالث أو التي يراد لها أن تبقى في العالم الثالث فالأمر مغير ففي عالمنا العربي لتكاد تجد دولة تخلو سدة الحكم فيها من عسكري يرى البعض أن ربط المسار السياسي في البلدان العربية بالمؤسسة العسكرية تحديدا هو نتاج الحقبة الماضية من الاستعمار واستمرار له بصورة أخرى حيث أبعد الجيش في الدول العربية عن مهامه في حماية الشعب والأرض إلى حماية السوق ولكن مما يثبته الواقع في علاقة المؤسسة العسكرية بسدة الحكم أن أغلبها تجلب معها الفشل والفساد في مؤسسات الدولة ما عندناش تعليم جيد أنا بقول لك ما بتسأليش لي عن حق العلاق الجيد في مصر ما عندناش علاق جيد في مصر ما بتكلمنيش لي عن حق التوظيف وحق التشغيل للمواطن في مصر ما عندناش مصر ليبيا اليمن الجزائر سوريا وغيرها من البلدان العربية التي توالت عليها وتولت الحكم فيها المؤسسة العسكرية كان الحال فيها ولا يزال كما هو معلوم اليوم لا يختلف اثنان على أن نعمة الأمن مطلب أساسي لبناء كل الدول وأن ما يتمناه المواطنون اليوم أن تتوحد المؤسسة العسكرية وتنأى بنفسها عن الصراعات والتجاذبات السياسية الدائرة اليوم وأن تغير الصورة الدموية التي رسمها القذافي للجيش والتي يحاول مجرم الحرب حفتر تعزيزها كذلك استغلال المناصب الأمنية لسرقة ونهب رزق الليبيين كما حدث في منطقة الهلال النفطي التي استبيحت تحت اسم حرس المنشآت النفطية كلها صور تشويه مفهوم الجيش والشرطة لدى المواطن وتعزز حالة اليأس من بناء مؤسسة عسكرية وأمنية قوية ومتماسكة فهل سيستمر الوضع على ما هو عليه أم سيأخذ الضباط الشرفاء على عاتقهم تأسيس جيش وطني ولاؤه لله ثم الوطن